افتتح الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة ورشة تدريبية هي الأولى من نوعها للحصول على شهادة معتمدة للمقاولين والاستشاريين المتخصصين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بتنظيم من وزارة شؤون الكهرباء والماء وبالتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة كجزء مهم من استراتيجية تنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة في مملكة البحرين هذه الورشة التدريبية التي تستمر على مدار خمسة أيام سيتم تقديمها للدفعة الأولى من المقاولين والاستشاريين الذين سيحصلون بعد ذلك على شهادة معتمدة للقيام بأعمال تركيب وربط أنظمة الطاقة الشمسية في شبكة الكهرباء الحكومية وسيتم طرح مثل هذه الورشة التدريبية بين فترة أخرى لدفعات أخرى للتمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية في توفر المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتركيبات الطاقة الشمسية وحضر الافتتاح السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المسؤولين وحوالي ستين مشاركة قمنا بتنظيم هذه الورشة انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وهذه الورشة تعقد لأول مرة في مملكة البحرين لتأهيل المقاولين والاستشاريين للحصول على شهادة معتمدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت والأشخاص الذين سيقومون بعملية التدريب هم شركة استشارية اسمها تشيزي قامت بإعداد جميع متطلبات قياس العداد الصافي اللي هو نيتميترينج والمشاركين اليوم حوالي ستين مشارك وكان إقبال شديد على الإنضمام لهذه الورشة لذلك سنقوم بتكرارها في المستقبل لفتح المجال لجميع المشاركين الذين يريدون أن يشاركون والذين سيجتازون متطلبات ورشة التدريب اليوم لأن بعد خمسة أيام من تدريب مكثف عملي سيكون هناك اختبار كتابي لهم وإذا اجتازوا كل هذه المتطلبات سوف تصدر لهم شهادة يمكنهم بعدها من تركيب الأنظمة الشمسية بطريقة مهنية وسليمة ترجمة نانسي قنقر